اهلا بحضراتكم مرة تانية وهل بكرة ان شاء الله باذن الله هيكون فيه تغيير فيه سيستم لعب النادي الاهلي هيكون فيه سيناريو مختلف لكلر من خلال تقسيمة المباراة نفسها يعني بص هاني انا رأيي ان طبعا اي مباراة بتتلعب هو جيم بتتلعب بين اتنين مدربين على حسب اللي عايزينه من المباراة مباراة الاولانية غير مباراة التانية المباراة التانية بالنسبة للنادي الاهلي انت راجل كسبان اتنين فما عندكش حتة الاستعجال انك تحرز اهداف يعني انت بتميل بتميل مش ان انت رايح عشان كده بس لا بتميل انك تحافظ على الهدفين صحيح فرق الهدفين فمن هنا بيجي او بتبني التكتيج بتاعك او الخطة بتاعتك او التشكيل او الطريقة او او لان ممكن تحط طريقة معينة بس هو التنفيذ يبقى بشكل تاني يعني حتة بقى اربعة واثنين يكون التلات خطوط قريبين من بعض انت بتتكلم ان معظم الوقت يكون الكورة في رجلينا في رجلك لان انت كده بتضمن ان فيش خطور عليك نظبوط في نفس الوقت ان انت بتقلل تماما او بتمنع الاخطاء في الباسنج يعني زي ما شفنا المطشي اللي فات الحاجات لو تفتكر الاهداف او الفرص الخطر اللي جات علينا دي الاهلي معظمها بتبقى اخطاء من تمرات دفاعية للدفندرات في نص الملعب بتترجم على طول مع الفرق الكبيرة زي ما شفنا في كاس عالم الاندية الخطأ بتحسب عليه على طول مظهوط فاحنا عايزين نقلل بقدر الامكان او نمنع تماما الاخطاء اللي هي البسات اللي هي بالعرض اللي هي ممكن تشكل خطورة لان البسات اللي بالعرض دي بيبقى الملعب مفتوح وتبقى اللعيبة غصبا عنك بايدة عن بعضها عشان كل واحد بيبقى عايز في مكان فاضي يستقبل بكرة فلو تقطعت وتبقى خطر ما بتلحقش تغطي او الدفندر ما بلحقش يغطي في نفس الوقت الاستحواز عشان تقدر تعمله كويس قوي لازم تبقى الخطوط قرابة من بعض انا مش هقول ان الاستحواز ده بيبقى مع خط الدفاع مع الدفندرات بس لا ده الاستحواز ده مع الفرقة كلها لازم الفرقة تبقى قريبة من بعضها يعني مفعش تعمل استحواز وانت بعيد صحيح اللعيبة بعيدة عن بعضها لازم يبقى اللعيبة قريبة يعني الراجل اللي بيجي له الكرة ده لازم عالقال فيه اتنين وولا عيبة بتتحرك من غير كرة وفي مساحات كل ديات عشان تديك الاستحواز بشكل اواخر هتستغل انت حتة برضو ان هو مستعجل هو عايز مش عايز الوقت يعدي وبالتحديد الربع ساعة الاولانية مع حماس الجمهور ومع الشوط الاولاني ان انت ان هو مبقاش يجيب اهداف فيك هو عايز برضو يلحق يجيب هدف زي ما قلت ان هو يدخله الجيم تاني وتبقى المسألة قريبة لان لو حصل انت واستنفست الوقت والتام الاولاني خرج سفر سفر وروحت عشوط تاني بيقى فيه سيناريوهات تاني بالنسبة للفرقة اللي هي خسرانة وبتلعب على ارضها فانت من هنا بتبني الخطط بتاعتك وفي نفس الوقت برضو انت بتلعب على اخطاء بقى الغير هو اكيد برضو متوتر وعلى ارضه زي اقولك الاستعجال بيولد الاخطاء فممكن انت استغل الحتة دي بالكونتر اتاك السريع يعني احنا برضو لما الكورة بتبقى تحت ايدينا او بنلعب او بننقل ممكن نستغل في الحتة الفاضية لانه هو عشان يحرز اهداف مش هلعب بطريقة اللعب بها هنا كور مرتدة وهجمات خطفة زي ما بيقولوا لا ده هو لازم هيلعب بالجناحين